هاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوك إيران قائل إن رياح الكراهية تأتي من إيران حسب تعبيره وانتقد هيرزوك في ختام لقائه بالرئيس الألماني فرانك بالت شاينماير في برلين الصيغة المقترحة للعودة إلى الاتفاق النموي مع إيران ودع الرئيس الإسرائيلي الغرب إلى الوقوف بجانب تل أبيب في وجه إيران التي اتهمها بأنها تعمل علانية على تدمير إسرائيل يأتي ذلك فيما قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي إيرلابيد إن زيارة رئيس الموساد إلى واشنطن غدا تهدف لإقناع الولايات المتحدة بخطورة الاتفاق النووي المزمع توقيعه مع إيران في الأثناء أعلن مستشار الوفد الإيراني لمفاوضات الملف النووي محمد مرندي أن الاتفاق يجب أن يخلو من الثغرات والأمور المبهمة شد وجذب بين أطراف مباشرة وغير مباشرة بالملف النووي الإيراني تصريحات تطفو على السطح تكشف عمق الفجوة بين قرب التوصل لإبرام الاتفاق من عدمه إيران تطالب بربط إحياء اتفاق 2015 بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن تعتبر أن ذلك غير ممكن وفي آخر تصريحاتها اختارت طهران أن تكون حازمة حتى تأمن مكر الولايات المتحدة كما تقول حيث أكد مستشار وفدها في مفاوضات فيينام حمد مرندي على تويتر أن أي اتفاق محتمل يجب أن لا يشمل أي ثغرات أو أمور مبهمة تمكنها من نسب الاتفاق النووي مستقبلا وفي خضم ذلك تواصل إسرائيل مساعها لتعطيل الاتفاق وفقا لرئيس الموساد ديفيد بيرنياك بيرنياك الذي سيصل الاثنين إلى واشنطن سيحاول إقناع نظرائه الأمريكيين بخطورة الاتفاق بالرغم من أن التلابيب باتت مقتنعة بجدية الولايات المتحدة بإبرامه بحسبها أريتس وفي تصريحات تجسد التراجع في الموقف الإسرائيلي الذي بدى واثقا من انهيار الاتفاق سابقا تؤكد إسرائيل أن الاتفاق يحتضر إلا أن أعلان موته لا يزال بعيدا ومع دخول المفاوضات غير المباشرة مرحلة حاسمة تواجه إيران والولايات المتحدة صعوبة في التغلب على الخلافات العالقة غير أن الدبلوماسية السياسية ستبقى السبيل الوحيدة للبلدين لحل الخلافات القائمة بحسب تأكدات واشنطن وطهران معنا من نيويورك الكاتب الصحف المستقل محمد سطوحي سيد سطوحي هذه الجهود الإسرائيلية المتواصلة هل برأيك تنجح في ثاني إدارة الرئيس بايدن عن الاتفاق أم هدفها في النهاية انتزاع أكبر ما يمكن من التنازلات من قبل الأمريكيين هذا القلق الإسرائيلي ليس جديدا والتحفظات الإسرائيلية معروفة جيدا لواشنطن منذ البداية ومنذ سنوات طويلة حتى قبل التوقيع على الاتفاق 2015 ونذكر خطاب رئيس الوزراء نتانياهو في الكونجرس الأمريكي الذي استعدى بشكل حقيقي كل الديمقراطيين وإدارة أوباما فالموقف الإسرائيلي ليس جديدا ربما الأسلوب الإسرائيلي في التعبير عنه هو الذي اختلف هو أكثر هدوءا لا يتحدث بشكل علني عن طبيعة الخلافات ولكن بطريقة هادئة يتم الحديث بشأنها مع المسؤولين الأمريكيين ربما يكون ذلك قد ساعد حتى الآن في أنه إدارة بايدن لم توقع بعد على العودة إلى هذا الاتفاق لأنها متمسكة بالكثير من مواقفها المرتبطة ببعض التفاصيل الخاصة بهذه العودة رفضت كثيرا من المطالب الإيرانية لا أدري إذا كان ذلك مرتبطا بالضغوط الإسرائيلية أم لأنه إدارة بايدن من نفسها تقوم بالتمسك بمثل هذه المطالب نعم ابقى معنا سيد محمد سطوحي أرحب بسيد مختار حداد رئيس تحرير جريدة الوفاق من تهران أهلا بك سيد مختار جانس يقول إن إسرائيل تشن حملة مكثفة هدفها منع الولايات المتحدة من التوقيع على الاتفاق النووي المضر كما تصفه والغير جيد بالتالي هل تلمس إيران التأثير الإسرائيلي على الموقف الأمريكي؟ تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم في الحقيقة أنا باعتقاد هذا تبادل أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل فرض ضغوطات أكثر على إيران ومن أجل كسب امتيازات أكبر هذا الدور لعبته الولايات المتحدة في الأيام الذي كان يتم أو تتم المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق والذي في نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق عام 2015 ورأينا بالتزامن مع تلك الأيام حتى إسرائيل قامت ببعض العمليات الأمنية قبل ذلك قامت باختيال علماء ناويين إيرانيين فلا يمكن نقول أن الولايات المتحدة كانت ليس لديها علم بهذه الإجراءات الإسرائيلية كما ذكرت هذا كان تبادل أدوار هذا تبادل أدوار ما زال مستمر إذا الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة بأنها تتفق مع إيران أو تصل إلى اتفاق مع إيران هذا سيحصل وهذا حصل بالنسبة لاتفاق عام 2015 والآن هناك توجد ضغوطات من الجانب الأوروبي على الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق فهنا باعتقاد صحيح يعني رئيس الموساد سيذهب هناك توجد انتقادات من جانب قادة الكيان الصهيوني ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد كذلك في هذه المرحلة هؤلاء سيستطيعوا أن يؤثروا على التوصل إلى أي اتفاق محتمل صحيح أن هناك يعني شهدنا خلال أيام الأخيرة وقف في التوصل إلى الاتفاق ولكن يبدو أن هناك لا توجد الآن عراقي الكبير هناك يبدو قرار استراتيجي سيد مختار حداد وهنا أذهب إلى واشنطن سيد ستوحي يبدو أن هناك قرار استراتيجي من قبل إدارة الرئيس بايدن وديمقراطيين عموما نريد التوصل الاتفاق مع إيران وبالنسبة للإعراضات الإسرائيلية ربما تقدم الولايات المتحدة مزيدا من الأموال والضمانات وضوء أخضر لمواصلة إسرائيل قصف أهداف إيرانية هل تتفق مع هذا التقييم؟ أعتقد أن إدارة بايدن جاد في العودة إلى هذا الاتفاق ولا أتفق مع ما ذكره الضيف منذ لحظات أنه مجرد توزيع أدوار إدارة بايدن لم تكن توزع الأدوار مع حكومة نتنياهو عندما هجمها بشدة وقام بانتقادها داخل واشنطن وفي مبنى الكونجرس في خطاب علني هذا ليس توزيعا للأدوار بل بالعكس كان صراع إيرادات تمكنت خلاله إدارة أوباما من تحقيق الاتفاق أو التوصل إليه رغم أن في القوى المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة حتى الآن هذه المشكلة التعبير عنها وربما هو الذي اختلف بحيث أنه لم يعد صارخا كما كان وأصبح أكثر هدوءا لكن في نفس الوقت إدارة بايدن اعتقادي الشخصي أنها جد تماما في العودة إلى هذا الاتفاق لأنه لا يوجد بديل الإدارة الأمريكية تدرك أنه الإيران الآن على عتبة إنتاج أسلحة نووية هي لديها التكنولوجيا لديها الإمكانات لديها المكونات ما بقي هو فقط فترة زمنية يقدرها البعض بأسابيع لكي تتشكل لديها كل الإمكانيات لإنتاج هذا السلاح إذا مطلقنا من فكرة سيد محمد السطوحي من فكرة أن إدارة بايدن جادة في التوصل إلى اتفاق وهذا السؤال أوجهه لسيد مختار حداد هل تخشى إيران عندما تتحدث عن أن الاتفاق يجب أن يخلو من الأمور المبهمة هل تتحدث عن مخاوف من أن تنقض ربما الإدارات المقبلة غير إدارة أوباما عفوا بايدن الاتفاق الذي يمكن أن يتم التوقيع عليه في فينان هذا هو الخوف الحقيقي لدى إيران يعني في الحقيقة نعم من المؤكد يعني إيران عندما تتحدث عن ضمانات هي تريد أن تضمن بأن لا يحدث ما حدث في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب يعني إيران عندما تقول تريد ضمانات قانونية ضمانات سياسية وفي النهاية ضمانات اقتصادية هي تريد أن تضمن بأنه لا يتكرر ما حدث أو حتى إذا تكرر ما حدث من جانب أي رئيس أمريكي قادم سواء ممكن يكون ديمقراطي أو جمهوري ويأتي ويعارض الاتفاق الناوي تكون الكلفة له كبيرة إذا أراد الخروج من الاتفاق الناوي فلذلك يعني عندما إيران تتحدث عن ضمانات يعني تريد أن تضمن بأنه لا يتكرر أو تكون الكلفة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي القادم يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية قدمت بعض آسف للمقاطع شكرا جزيلا الفكرة واضحة تماما مختار حداد رئيس تحريج جريدة الوفاق ومحمد سطوحي الكاتب الصحف المستقل شكرا لكم